بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية آمين أحبابي نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى على اسمين من أسماء الله الغني والمغني من أسماء الله تعالى الغني وهو الذي استغنى عن خلقه فالخلائق كلهم مفتقرون إلى الله والله تعالى الغني الذي لا يحتاج إليهم الله تعالى قال في القرآن الكريم فالصمد الغني المستغني عن كل ما سواه وكل ما عداه يحتاج إليه وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أيضا والله الغني وأنتم الفقراء نسب إلى العباد الفقر يعني الاحتياج فالأغنياء حتى الذين معهم المال فقراء إلى الله محتاجون إلى الله تبارك وتعالى أما الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه لا يحتاج إلى الملائكة الملائكة عددهم لا يحصيه إلا الله الملائكة جنود الله لا نقول عنهم أعوان الله هذه العبارة باطلة الله لا وزير له ولا معين له ولا يحتاج إلى استعانة بغيره الأنبياء لا نقول الله يستعين بهم أو أنه محتاج إليهم لا الله غني عنهم هم بحاجة إلى الله السماوات سبع وجعلها الله مشحونة بالملائكة ما في السماء موضع أربع أصابع أو شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد الله السماوات كلها السبع وما فيها تحتاج إلى الله محتاجون إلى الله الأراضي السبع وما فيها من البهائم والإنس والجن محتاجون إلى الله العرش الكرسي الجنة وما فيها خزانها الموظفون فيها الولدان المخلدون الحور العين محتاجون إلى الله قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إذن الله تعالى لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ولا يحل هو من شيء ولا ينحل منه شيء غني عن خلقه وعن الاتحاد بخلقه الاتحاد والوحدة هذا من صفات المخلوق الجسم مع الجسم بعض الناس يقولون الله تعالى اتحدى فصار إلها واحدة هذا باطل الله تعالى لا يتغير لا يحتاج إلى شيء كل خلقه لا يستغنون عنه طرفة عين ومن زعم أنه يستغني عن الله طرفة عين فقد كفر كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه ويقول ابن العربي رحمات الله عليه قوله تعالى وأما من بخل واستغنى قال ابن عباس رضي الله عنهما استغنى عن الله وهذا كفر والعياذ بالله فإن الله غني عن العالمين وهم فقراء إليه فإذن الله الغني الحميد الناس تحتاج إليه والله لا يحتاج إلى شيء وأما المغني من أسماء الله عز وجل فهو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم الأرزاق فالرزاق هو الله والجبار الذي جبر مفاقر الخلق الله قال في القرآن العظيم وأنه هو أغنى وأقنى قال البيهقي المغني يقول الشيخ أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه هو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم